محمد عبد المنعم بعد ما جاب الجول بتاع الفاينال الناس كلها دا خلت تكتب على تويتر وبتكتب في كل حتة شكرا كروش وجهاز فني منتخمص شكرا كروش وجهاز فني منتخمص حيث ان انتوا اديتوا هداية للنادي العلي محمد عبد المنعم خليته الاهل يبص عليها عشان هو محمد عبد المنعم هو الاهل كان عاره هي المشكلة كانت في موسيمانيا هو اللي طلب يعيره تاني والقصة كلها عند عبد المنعم لانه عبد المنعم ما خدهاش على صدره لا كان راح والتزم وكان بيقدي كويس في سموحها وكان بيقدي كويس شوية اللي راح في فيوتر فكل الحاجات دي بتتوقف على العيب ربنا بيبصر له حد او عين او في وقت معين فهو ولد كويس جدا وملتزم ك HISW وربنا وفقه قد veio منتخب كت تواقي انو يرجع الاهلي بسرعة احنا توقا انا كتا اه يعني انا مش هوقي متوقعنا كتا اللي هو ايه لو له له ما انو هيرجع بعد ما يلعب في المنتخب انو دai انا المقولك لو مكنش لعب في المنتخب كتوا ا macam هيرجع الاهلي بسرعة مش خقولك انو يرجع لا لأ طبعا مكنش يرجع لأ العين مكنش رايحة عليه خالص وده يشعني مش اخد بالك عشان منعم عمل نقلة كبيرة في حياته هو كلعيب فماينفعش نتهم الناس يعني لا لا اخو على فكه مش متهم حتى هو دليل ان النادي الاهلي مقتنع بيه انه ما بعوش خلص كممكن بيعمل يعني انت اخي بالك لكن اعارة في اعارة ماشي فهو اللي ساعد نفسه واللي ساعد النادي الاهلي بظهوره معنا بظهوره معنا